اشتركوا في القناة انت مش قلتلي انك عندك عربية جديدة ولا هي دي اللي ركبينها الاولاد لا 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 انت قلتلي ان عندهم عربية تانية صغيرة مظبوط تعرف يا جلال احنا ممكن نأجر عربية تبقى موجودة معنا في الفترة اللي احنا فيها هنا جلال في ايه انا رايح مشوار وجاي على طول يا عمر دعني خالي المشوار ده مش له اسم تقول لولدتك عليه خصوصها من ان انا وعمتك هنسيبهم لوحدهم ونمشي على الاقال لو احتكوك في اي حاجة يبوا عارفين انت فين اكيد رايح مشوار مهم جدا يا خالو هو فعلا مشوار مهم رايح عند تيتا اسأل على بابا مش مقال عند تيتا يعني استاني اراحترهم الشقة جديدة فالبابا بقالي انهم خدوا الشونة ومشي كمان هو ايه اللي كمان يا خالو هو بجواز بابا من واحدة غير ماما ما بقاش بابا ايوه بس بروحك ليه بالشكل ده بتحسسوا انه ما اعملش حاجة ما اخطاقش في حقكم هو يعني مش بابايا زي ما هو بابا انا ليه بقى ما رحتلوش والله ادي وجهات نظر انا شايف ان مروحي ليه قفيد من معطعته اي يا عمر بس مش دلوقتي بعدين لما الامور تهدى ونعرف ان يعمل ايه بالزبط اللي عرفوا يا خالي انه جاي يقعد يومين ويمشي يعني مفيش وقت ده انت مصر بقى سيبه يا طاهر انزل يابني روح لابوك انت يا اخي ايه جبان ما انتش شايف اللي احنا فيه فيه يا ست كل مالك فيه حدي بحوالي لامة الحلوة دي ويكشف كده ربنا يساعدك يا ابن ابو نخليك يا رب طهر اه قلت اسم حزابي ايه واحد حزنك يا مرازين روحي يا ابن واحشوف مرتك عايزة ايه حاضر كنت عايزة اقولك اسمعين انت الاول اعرف ولا اروح عن دمامة تاني ولا اكلمها في التلف لو كلمتك فاهمي ان انا اللي امرت بكده حاضر واخوك جلال طول فترة وجوده انا وحتى بعد سفره لا اتكلمي ولا اكلمك لحد ما نشوف الامور هتمشي ازاي لو جاتي جديد هبقى اقولك حاضر وهم في الحالة دي انهم محتاجين لنا قوي وليه يومين ليه ما تكونش فترة مفتوحة زي ما كنت نعمل عند والدتك ولا تزعل مننا وتاخد على خاطرها على فكرة انا عديتها للبنك وطلبت اجازة اسبوع من النهاردة وافق لي عليها الحمد الله كويس وفي حاجة تاني عايز اقولك عليها نعم ما عادي اللي لدي مع الدكتور فوقات هو كرسي لعلك خلاص خلص؟ ايه طيب لما تروحي بيكلميني من هناك وخليه كلمني كده ربنا كبير فيه انك تصرفتي بشكل مش صح يا لمية في ايه في ايه في انك شايفة ماما مخرجة السمك والجنباري من التلاجة وعمال اتحضر فيهم وتعبى نفسها وانت بمنتهى البساطة تتجاهلي كل ده وتطلوبي من المطعم سمك وجنباري برضو يا ريت وكان اكل مختلف طيب ودي فيها ايه فيها ايهانة ليها طبعا يا لمية يعني ايه فيها ايه انت محستيش بالكلام ده ولا ايه ياه للدرجات دي درجات دي ايه انا مش قادر افرم انت ازاي قادرة تاخد الامور ببساطة كده انت ما كنتيش حاسة انها متضايقة منك جدا انتو اللي مكبرين الموضوع اكتر من لدي يا سلام احنا طبعا انت مش عارف اللي حصل من الاول انا في الاول قلت لها يا تونت انا عاوز اشرب نسكة فيه قالت لي مفيش غرق اهوة قلت لها حاب اوكي اشرب اهوة وانت عارف كويس اوي ان انا مليش تقل على الاهوة ومع ذلك شربت القهوة دي غصبا عني وانت برضو عارف كويس اوي ان انا ما بحبش اشرب حاجة غصبا عني ولا اعمل حاجة غصبا عني بعد كده بقى قالت لي يا حبيبتي تنحب تتغذي ايه قلت لها اي حاجة يا تونت اللي انت عايزة قالت لي تاكلي سمك قلت لها هايل السمك انا بحبه جدا يا ريت ناكل سمك فجئت بيها بتطلعلي السمك متلاجة مجمد وانت عارف كويس اوي ان انا ما بحبش اللحوم المجمدة ولا الاسماك المجمدة ومع ذلك ماردتش اكسفها ماردتش اقول لها يا تونت انا ما بحبش الحاجات دي الحاجات المجمدة يعني كنت اعمل ايه يا ربي كنت اقول لها انا يا تونت هاطلب اكل من بره احسن ولا ان انا افاجئها كده وعملها لها سوربريز حلوة واطلب اكل من غير مزاجة ولا دقيقة خصوصا بقى ان انا كنت عارفة انها ممكن تنزل تشتري الاصناق اللي انا عاوزاها يعني كنت اتصرف ازاي اي تصرف كان يرديك او يردي ممتك يكون احسن بمنتهى البساطة يا لمية والدتي ست بسيطة جدا ولو كنت قلت لها مثلا ان انا ما بحبش السمك والجنباري كانت اتصرفت وهي قادة لكن انت تجهلتيها كان مفروض تخليها تحس ان المسألة جات منها هي مش مفروضة عليها دي كلها شكليات يا جلال مين يطلب مين يدفع مفيش فرق انت ابنها وهي امك المهم النتيجة ان احنا ناكل لقمة حلوة مع بعض وهي كانت حلوة والله انا كنت شايفها حلوة ولو كانت ممتك كانت معانا وما تضيقتش من اكل المطاعم كانت هتبقى احلى واحلى هتكلموا هتكلموا سامح يشوف لي بيعة للشقة والايادة والعربية كمان لو الاقال مش محتاجينها طب والشقة ليه احنا مش متدفقين ان احنا هنخلي الشقة اه بس بعد اللي حصل انا قررت بيع كل حاجة يعني ايه بقى كل ما هننزل لمصر هنقعد فوقتين فوقتين ليه المرة دي كان لها ظروفة شقة ماما موجودة ويرمح فيها الخيل لا انا افضل ان احنا يبقى لنا شقةنا الخاصة عشان ما يحتاج هلو ايوة اسامة انا الدكتور جلال ازايك يا تيت اهههه الله قول ليه نعم تا جاي اللي واحدك ولا ولك حا bizarre حيكون ورايا مين ياcomm اح West اي حد اي حد انا صاراطلي وايوة يعني مروة ول مامة ولا تيتة فوقية ااااااااا اتيتها يا أتيتا انا راجل شاري دماغي يعني يخرجوني مالماد ده كله انا ماء ده واانا ماء ده يعني أنت مش مع أمك؟ مع أمي في إيه بس، هي حرب أيوة، أمك عملتها حرب حرب إيه بس لما تروح تشوفيها؟ هي قادرة توقف على رجليها دولة أنت علم معانا ما كناش لعرفتنا ناكل وانا نشرب حتى أولى، أولى عندكم عشان كده اتلميتوا كلكم وعملتها كوبانية علي كوبانية؟ هنأمل كوبانية عليك ليه بس يا تيت؟ هنعملها مع بنتك آه يا بنتي، بنتي، بنتة العمراء عبيتها، عبيتها، وامك وستك هم اللي بيستلطوها علي لا حوله ولا قوة إلا بالله، هو أنا جاي في إيه ولا في إيه؟ جاي في إيه؟ عارفة يا دناي أنت جاي في إيه؟ جاي تحرق دمي، جاي تتجسس علي، تشوفني موت؟ ولا عايشة؟ لا، أنا عايشة، رح قولي ستك اللي بعتاك إن نظيرة عايشة وصحتها زي الفلك ومش ممكن تعجز أبداً أوه، أنا جاي أشوف أبويا، فين أبويا؟ عايزوا ليه؟ عايز أعرف مكانه؟ في جيبي، عايز ترمي البير عايز أبويا؟ أيوة أنا عارفة أن أنت عايز أبوك، ايه؟ هتحكموه، هتقدموه للمحاكمة؟ يا تيتا عبوس إيدك، عبوس إيدك، ما تدخلينيش في النور؟ يا أخو، يوعا كده ما تحمني الزنوب، ده ده؟ ربنا أخليك يا تيتا، أنا عايز أشوف أبويا، مش أنت شفته في المطار؟ هو أنا الحق، ده أنا يدوب دخل أسلم عليه، واللي حصل حصل، يعني ما الحقش أقول له مبروك، عصدي حمد الله على السلامة، قوليني بقى يا تيتا، بابا رح فين؟ يعني مش عايزه عشان تعقلن عليه؟ لا والله يا تيتا، أبويا وحشني، أبويا وحشني، وليف تقعد معاه شوي، ده أنا بقى لي خمس سنين ما شكتوش، أمك السابق، خلاص يا تيتا، خلاص أنا مقتنع أن أمي هي السابق بكل حاجة، بس أنا بقى أمليش زمن؟ أنا عايز أشوف أبويا وأسلم عليه، لا تشوفوا لا، تكلموا معلش، تكلموا، حليك تكلموا في التلفون، وخليك بعيد، لو جيت ورايا وشوفت النمرة، حقفل السك، لا تشوفوا ولا تكلموا، فاهم؟ حاضر يا تيتا، خليك بعيد، حاضر، بعيد، حاضر، ها بعيد، خليك بعيد، أهو، ها، تلاتة، خمس، تلاتة، أربعة، خمس، طبعا، ها، يا تكخيبة، ورا رقم من اللي انت قلت وده أنا ضربته، إيه رأيك بقى؟ أيوة، أيوة، أنا معاك يا أخوي، أنا معاك، هندو الرازار، آه، أديني قدر ربعمية وستاشر، سكينا، أستمو جلال، أديني بطازب، هدا، شوفوا المرة، استخفن مرقت النمرة ‫آه، طب تول بالك عليtime، إنما وريتك İm Christi ماباش يا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة القاهرة لازم يبقى لنا مكان جميل كده ويعلم بكرة هيبقى لنا مكان فينا مكان ما تحبي يبقى لنا مكان هيبقى لنا حبيبتي اشتركوا في القناة 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 ده عمر عايز ييجي ولينا مبروك انت شايد كده الجواب اللي انت قريتيه دلوقتي هو الليقول كده بس ده مش جاي بسيرة جوازنا مش مهم يجي بسيرة جوازنا انه هو اساسا جاي وعارف كويس قوي انه جاي لعريس وعروسة تفتكر ايه منك ممكن ياخد مسألة جوازنا بالبساطة دي وليه لا بقى راجل وفي الجامعة دلوقتي وبعدين ان عمر طول عمره متفاهم موقفي وعارف كويس قوي مين فينا اللي غلطة يا سلام اعوي سرعي سنين عاشت امت ربي فيها اكيد دلوقتي بفكر بعقلية هاي حببتي عايزة ديكي فكرا ان عمر عمر هو الوحيد اللي كان دايما نفسه ييجي ويعيش معايا يعني تفتكر هو جاي من غير ارادتها نهاية ده عمرها ما هتمنع ابنها عن ابوه نهاية انا اعرفها كويس اوي الحالة قدامك بكل تفاصيلها يا دكتور والقرار قرارك انت لا الحياة القرار قرارها هي لا القرار قرارك انت امكان عليها هي هي مستعدة ترمي نفسها في النار عشان تخلف لك طفل ما هي ماش اي خطور انت في دك القرار احنا في الاول كان عندنا مشكلتين ضعف للقلب وموانع الحمل حضرتك على اجتاء من موانع الحمل وانا دلوقتي ما قدرش أولها ما تحملش انا معاك عارفة دكتور فهودة انا اللي قلت لها كده حتى تصور اني ما بحبهاش واني مش عايز اطفال منها واني ممكن اتجاوز عليها خصوصا في الظروف اللي احنا بمر بها دلوقتي لو سبتها تحمل وانا عارف مدى خطورة ده عليها عايش تسع شهور في نهر اللي حد معادي الولادة لو ولدت وقمت بالسلامة خلق فضل واحد من ربنا سبحانه وتعالى اما لو حصلها اي شيء هعيش العمر كله بزنبها انت ايه رأيك دكتور فهود وهو ده نفس اللي قاله لي بالظهر يعني انت برضو مصر على الحمل بعد اللي عرفتي عن الحالة طبعا وانت رأيك ايه انا هاد لا الرأي رأيكو انتو خصوصا انا علا يعني طهر شوف انا خلاص خدت القرار ومش حرجع تنهائي اللي تشوفيه انا كل اللي يهماني في الموضوع اني مكبركيش على اي شيء وقدام اختي اهو انت ليه بس بتقول كده يا طهر ده بالما تشجعني بتخوفني علا انت عارفة كويس ان انا لا بهاون ولا بهاول الحالة قدامك والقرار قرارك ما انتش مكسوف من نفسك ماروة نعم يا مام توافل اخوك كده ليه بتفرج عالبي وهو بيلبس ويتشايك والدنيا مسايعانه رايح لبابا وعراسته تا كمان مش بعيد يقول لهم مبروك الله يبارك فيك يا حباب عن اذنك انا رايح عند بابا تحب يبلغوا حاجة؟ لا متشكر طيب لو اتأخرت بقى ما تقلوش عمر خير مش هتاخد مفاتيح العربية المرة دي؟ لا امه انا دخلت خدتها وحضرتك بالموقع متشكر ابي سلام دمني ادم ده؟ مالو على فكرة ما مش غلطان علاقتكو بابوكو مش المفودنا تتأثر ابدا بعلاقتي انا بيه انا وابوكو حاجة وانتو وابوكو حاجة تانية خالص ازاي يا مام؟ يا بنتي علاقتي بابوكي ممكن تخلص في ثانية او طلقنا لكن انتو احتفالوا طول عمركو ولادو شايلين اسمو من يومة ولدتو والاخر يوم في حياتكو يا مام اللي حضرتك بتقولي ده مجرد علاقة على الورق ان انا مروى جلال الدين فهم مجرد اسمي في شهد الميلاد ان ابويا جلال الدين فهم لكن هو فيلم المعنى الابوة ايه وقت الكلمة على ابوكي بطريقة دي ابوكي ابي بمعنى الكلمة وزا كان بعد عنينا فضرة فكان غصب عنه وعنه وكان عشانكم والخلاف اللي حاصل بنا دلوقتي وحطتنا كلنا في الوضع البايخ ده مش المفروض افدا انو يؤثر عليكم ماما حضرتك بتدافع عنه دفاع غير مقنع لا ليه ولا ليك وبعدين يا ماما حضرتك عايزة فعيش دور الام المسالين اللي مش موجودة دلوقتي ماما مجروحة قوي ومحتاجة حد يقف جنبها يعني ما انتيش سماعا يا طانت بتدافع عن بابا ازاي؟ بتدافع عن بابا ازاي؟ ما هلازم تدافع عن بابا دي الناس اللي ماما كانت بتحبه قديه ولسه بتحبه لا يا حاباتي بتحكيش الداحكة دي اوعي تفتكر ان بين بابا وماما ممكن انتهي بالسهولة دي يعني لو خلو طاهر مسلا عم ما تكامليش ما تكامليش يا مره ولهني عارفة ان دا ممكن يحصل فعلا لا يا طانت خلو طاهر مش ممكن يكتك بزنب بابا انا عارفة بس في حاجة كمان اهم من كده اللي هو ايه؟ انا وخالف متجاوزين بقالنا اكتر من سبع سنين واكيد نفسه فطفل مش الدكتور طمينك يا طانت طميني وخوفني في نفس الوقت يعني ممكن احمل واخلف بس يا ترانا اللي حربي المولود ولا حتربي واحدة غيري هتشارع لك يا طانت خير يا دكتور طاهر ان شاء الله خير خدميني على ابن يا دكتور ان شاء الله الولد يكون كويس بس هو لازم يقعد في العنان مركز الفترة لحد المنحلة تستقرر مش مهم يا دكتور المهم ربنا ينجي ان شاء الله ربنا ينجي يا دكتور طاهر يا دكتور طاهر حاضر يا دكتور جلال الدين تهني وارف ربع رياس 16 هو هنا مخرجش بس مش فوقت لاحظة واحدة مقدرة حضراتك لأستاذ عمر جلال ايه هو سايف رسالة سادتك جوله انه موبود في الكتاب طيب متشاكل عبد مرحبا عمر جلال ماذا حبيبي؟ انا انا مش مقتنع ابدا بالفطر ده قلتلك مفطر فول وطعمية مردتيش قلتلي الريجيم صباح الخير احلام يا عمر صباح الخير يا حبيبي ازايك يا عمر احستاني احيشني يا عمر الله يسولي مكتب ازايك يا عمر عمر ابني الكبير كليه التجارة في سنة اوه تالتة اهلا مع حضرتك اهلا مع حضرتك افترت ولا تفكر معنا اههه وانا هاد لغاية دلوقتي من غير فطر يا بابا حضرتك عارف ماما من سبع الصبح كله بيكون فاطر اهلا مع حضرتك اهلا مع حضرتك ماما أنا أسف يا ماما أرجوك يا ماما ما تزعليش مني أنا ما أصدتش يا ماما أنا بحبك قوي شعبان عليا اللي بيحصل لحضرتك ده حضرتك ما تستهليش اللي بابا بيعمله معاك يا ماما أنا مزعلان عشانك بس أنا زعلان عشان نحنا كمال مش كفاية نحنا عايشين كل السنين دي على أمر المخير جاع يعيش معانا وفجأة كده يضيع مننا الأمر بدون سبب أو حتى زرب احنا عملناه يا ماما عشان خطري باجع باجع تزعلي خيب صباح الخير يا خيب طبعا نازنا نخلو الساعة انت قلت ايه؟ قلت صباح الخير انت عارفة دي معناها ايه؟ معناها انا وانتي يعني ايه انا وانتي؟ هقولك النص الاولاني صباح اللي هو انتي والنص التاني الخير اللي هي جاية من خيري يعني انا يعني بعد كده لما تيجي الصبح ممكن تقوليلي انا وانت بدل صباح الخير والله يا اخ انت فايق وريق قوي ومن غير حلق فانم صدق اه لسه ما ظهرش اللي مين ده؟ عمر تمش بالدوري على عمر يعني؟ طب وليه يعني ما تقولي ايه؟ قوليلي قوليلي ايه رأيك فيه؟ رأيك فيه فعمر رأيك فيه من ناحية ايه؟ رأيك فيه من ناحية الودن نعم بصراحة انت انت غريب جدا انا شايفك بقلك مدة بالدوري على ودن تسمعي وبصراحة مش هتلاقي احسن ودن من عمر انت بتخرج اكيد انا ما بهرقش انا بتكلم بجد جدا انا شايف ان انت وعمر حالتين بيكملوا بعض او بمعنى اصح حالتين محتاجين لبعض انت عندك القب بلا ام وهو عند الام بلا قب تخيلي بقى لو انتو اللي اتنين انضميتوا الاسرة واحدة ده طبعا بعد ما ولدت عمر تتطلب انت اكيد الجننت انت يا ابني بتخرف بتقول ايه؟ اهنتوا كده ما اسهل انكم تتهموا الانسان بالتخريف والجنانة خاصة لما يكون واعي وقادر على كشف المسطور يا بنت اختصر الطريق في ايه؟ لو كنتوا مكسوفين تواجهوا بعض انا مستعد اواجهكم ببعض ونعلن خطوبتكم انت ازاي تسمح لنفسك اصلا انك تتكلم بالطريقة دي؟ وانا لا سمح الله قلت كلام قلة ادبت او ضد الشرع او ضد الدين بالعكس كيف ايه؟ انا خلطونا اصلا انتكلمت معك الله وتتكلم معايا ليه اساسا؟ يا ستي انا منفعش اكون ودي انا لسان ومثل اللي عايزك تتفهمي عمر ان العلاقة بيني وبين والدتك للأسد وصلت لنقطة اللي عودها بمعنى اني مقدرش ارجع اعيش معاكم تاني هنا بسبب نجاحي وارتباطي بمشاريع كبيرة منك وفي الوقت نفس والدتك رفضة تماما انها تجدكم علشان تعيشوا معايا هناك وده خلاني ابقى مضطر اني استخدم حق الشرعي ويبقى لي زوجة رعاني وتهتم بشؤونك وانا مش بغلطك يا بابا ولا بغلط ماما اصلا كل واحد فيك ولي وجهة نظر اللي بيدافع عنها بس هو السؤال اللي عايز اعرف اجابته من حضرتك ايه شكل العلاقة بينكم بعد كده؟ عادي جدا نفس العلاقة هتفضل زي ما هي بمعنى اني هاجي ازوركم وتيجوا ازوروني يعني زي ما كان بيأسك بالظبط يعني مفيش طلاقا اطلاقا ولا الموضوع ده جافت مالي حتى لو والدتك طلبت وعلى فكرة ده اللي انا قلته اختلق طهر ومخاله طهر ايوي؟ هو لسه سخونة الموقف مأثرة عليه شواء كذلك والدتك ورد عشان كده انا عايز اسيبهم حد ما الامور تهتا ونعرف نتفاهم بالراحة وانا معاك يا بابا في الرأي ده قولي تانتوا قولي عاملاي ايه؟ يعني انت شايف احوالها مع خلق طهر عاملاي؟ لا اطمن يا بابا هم عاصهم الاثنين عادين معانا والمدة مفتوحة يعني انت شايف الاحوال بينهم طبعية؟ مقدرش اعرف بالضبط عاصل البيت كله احواله مش طبعية انما ما قلت ليش انت عرفت ان هينا ازاي؟ وصحت ايدي بس من اول لحظة نطلنا في المطار اروح الشقة الاقي سريطة اعود مع امه تطلع روحي اهرب على القتل ابنها ينطلي ايدي دي مش عيشة دي عمر يا حبيبي دول 3-3 جنيه خدهم اديهم لماما شكرا يا بابا انا كنت اجابلكم شوية هدايا كده استحيب اعد بهم لتنجيه طبعا اعتقد انت حضرتك لو جيتهم و جيت اتحيب عظيب مفيش ماء اه 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 تليفون؟ اه 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 اعم مع السلام عليكم هاي يا حبيبي عملت ايه؟ أخبار مقابلتك مع عمر ايه؟ ده أنا قاعدة لأنا من بادري ليه يا حبيبتي ولا أنا ليه؟ انت متخيلة ان انا و عمر ابني هنتخلق مع بعض ولا ايه؟ لا يا حبيبي أنا ما قصدش انا قصدي يعني ان الموضوع ليه لسه سغر و حهما لسه صغير اكيد مش مجتمعي بياني اللي حصل خصوصا انه مرتبط بموته وممكن يقول لك كلمة كده ولا كده ادائك يا عمي عمر يقول لي انا كلمة كده ولا كده؟ لا اتطعم لك خارس يا حبيبي انا عرف مبعدي عن الولاد اني واثق ان درجة احترامهم لي ما قلتشه درجة واحدة عن أيام ما كنت عايش في وسطيني طب الحمد لله يعني نعتبر أن اللقاء ناجح ناجح جداً بكل المقاييس تقدر تقولي خطوة جيدة على الطريق الصحيح طب يلا بقى بينا بصراحة يا حبيبي عشان نرحب ايه يا الله؟ يا الله الثانية واحدة أرد على التليفون أهلو؟ أيوة مي؟ أهلاً يا أسامة تتكلم منين؟ من تحت في اللوبي طيب استناني أنا جاي لك كمان خمس دقيق بالظبط مع السلامة ده أسامة يا ستي اللي فرشتنا الشقة أيوة واللي قالها أن أنت جاي وبوعظ علينا كل حاجة الرجل ما كانش يعرف أنه تجوزت والغاية دلوقتي لسه ما يعرفش والأم المفروض أنك قلت له ما يقولش يبقى ما يقولش عموماً إحنا لسه ما نعرفش الحقيقة فيه وجائز جداً يكون غصباً عنه عن أذلك تفضل وقالك إيه؟ أهو هتأخر مش هتأخر بس أنت كمان ما تكتبينيش في التلف من تستعجلي ها؟ باي 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 محناident بقول لك ايه بلاش الحركات العرعة بتاعتك دي في ايه يا اولاد ايه مفيش ادب اموكو قاعدة واللي اكبر منوكو قاعدة ومفيش احترام هتمسكو بعضو تتخنو ما انت شايف يا تيتا من امبالح وانا سكت لها سكت لها سكت لها وهي عمالة بارتا مش عايزة تسكت عايزين الفلوس دي خدوها مش عايزينها اخدهانا نفسي ولم الكلام اللي بتقولو ده بقول يا ماما انا دي فلوس ابويا سواء انتو خدتوها انا اخدتها واحد اه قول كده بقى ده انت لايح ومخطط مروه ايه يا تيتا دعايا مروه من فضلك يا دنطعولة انا مش عايزة بغيانة عشان كل ما اجا تكلم تزكتوني او حضرتين كل شوية تسحبيني من ايدي وتخديني بكلمتين لا انا زي زي اي حد في البيت ده ده انا كمان اكتر واحدة مأزية من اللي حصل وانت تعزيتي في ايه بها ان شاء الله اه قمر انت عارف كويس قوي ان انا مخنوقة ومش هي اروح اليومين دول خلي عندك دم وما زودش القرف اللي انا فيه لما اقولك رجع الفلوس ترجع الفلوس من غير ما تفتح بقك بكلمة واحدة ايه وعا تفتج انك هتماشي كلامك في البيت ده طول ما انا موجودة فيه اذا فاهم شري الفلوس اللي من قدامي هو ده اللي حصل بالظبط بصراحة مش عارف اقولي يا فسان مش لاي حاجة اقولها اكتر من انها مصادفة اغرب من الخيال ان كل واحد فينا يفكر في نفس الوقت في اللي بيفكر فيه الده انه يفرج الشهر كل واحد فيكو كان عاوز يعملهم فاجئة للتاني وبعدين انا اخرجت ان ما اقولهاش لاني لقيت ان وجودها حيفيدني في اختيار الالوان اللي انت طالبة بس على فكرة انت ما قلت ليش ان اكلتها ما انا بصراحة خفت ان انت تزعل مني وبعدين هيكت محلفاني ما اقولكش هو حصل حاجة بينكم بسبب الحكاية دي ولا ايه حاجة اقول حاجات يا خير الشقة دي كنت بفرشها لشان انزل فيها انا وامراتي الجديدة نعم مين مراتي الجديدة ايه اول مرة تسمع ان واحد اتجاوز على مراته لا طبعا سمعت قبل كده بس الحقيقة انا ما كاش في بالي ابدا انك وبعدين اصلي باش مهندسة كمان ما كانش باني عليها حاجة زي دي خالص لا ما هي ساعتها ما كانتش تعرف ان اتجاوزت عليها اه وطبعا هي كانت فجرة انك بتبش لها هي الشقة ايوه وكان صعب اني اشرح لحضرتك الموقف بكليفون اه طبعا اه 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 ايه اللي بيدحاكك يا موسان لا افدا اصلي متخيل الموقف لو هي بنفسها اللي كانت مستنياك في الشقة ما تلاقيتش كتير كانت سايبة اللي ينوب عنها صورة زفافنا انا وهي خبر صورة زفافكم اه 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 ده انت مصر تضحك برضو انت المفروض تحزن المفروض تنكسف لانك السبب اللي حصل دك لا 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 ما تتبسونيش انا الغلط السبب في كده هو عدم المفرحة لو انت من الاول قلتلي ان فيه مشاكل بينك وبين المدام انت على الاقل هاخد احتياط لكن لما تقولي مفاجأة معنا جده ان فيه حب بينك وبينها والعلاقة مية مية خلاص يا اسامة اللي حصل حصل بقى خلينا في المهم دلوقتي تليفون على شريكة من مين؟ المدام عايز نحضر لك ده بشكر بعد اذنك اسامة ثانية واحدة لا شوف المدام عموتي انتي مدامي فيه مو تباية واحفة احسنا موسيقى 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 لأن هذا ليس صحيح